أنت تقول أن القوة السياسية الآن تراهن على المراوغة والمراهنة والمداهنة هذا الإسلوب الآن وأنت مثل ما تقول متابع جيد الأحداث المتظاهرين اكتشفوا هذا لذلك لم يقتنعوا الآن لو الحكومة تقدم لهم الحلول على طبق من ذهب لم تقتنع هذا ماذا يلزم الحكومة بعد أن انكشف خيط اللعبة ولم ينجح هذه المرة الخطوة التي يجب أن تكون بعدها يعني هي القضية واضحة أنا إذا أسمع اليوم مثلا ضغط في دولة معينة وبالتالي تباشر الحكومة كطرف معني بالأساس وإن كان إلي رأي رح أقوله بصراحة الحالة الطبيعية أن تأتي الحكومة فتقول للناس تكاشفهم أن إمكانيات المتاحة حتى أنفذلكم هذه المطالب أو أصحح المسار ينحسر في هذه الجزئية هذا أمر مقبول ولا ما مقبول إذا لم يكن مقبول لا يسعها إلا أن تستقيل يا الحالة الطبيعية المشكلة وين تتصير النخبة السياسية أكو شعور صار عدها أن عملية استقالة الحكومة هو انهيار للوضع السياسي والحقيقة أكو خطأ في الفهم وماكو أكثر من الانهيار اللي إحنا دا نشهده اليوم بانعدام الثقة وعدم قدرة الناس على التعاطي مع النخبة السياسية وهذا ينذر بحالة مستقبلية أنت اليوم مو بس اليوم تحتاج الناس باشر أيضا أكو انتخابات وأكو مشاريع تطرح وأكو حاجة متبادلة ومصالح بينك وبين الجمهور أن تأيدني حتى أكون وألبي مطالبك تمام إذا أنا نزعت الثقة عند اليوم وهو طالبني بأشياء ممكنة وما أحققها إليه إشلون أنا أطمع بعد فترة من الزمن أنني سأقنعه وكيف يمكن أن تنشأ الثقة الموجودة أنا قلت لك عندي قناعتي وأذكرها إليك القناعة أن الحكومة وإن كانت هي المتصدية وإن كانت هي الطرف الذي يقع عليه العبئ وإن كانت هي الجهة التي تلام بشكل مباشر لكن حقيقة يجب أن نكون منصفين المشاكل اللي طلعوا بها الناس هي ما مرتبطة بإجراءات خدمية وقضايا تنفيذية بسيطة هي متعلقة بمنظومة سياسية المعنى بها الجهة التشريعية المعنى بها رئاسة الجمهورية المعنى بها الأحزاب التي شكلت الحكومة أن تعترف وتقول للناس أنني أخطأت موليوم أخطأت في عملية بناء مصحيحة للنظام السياسي وأحتاج إلى فترة بالتصحيح يبدأ التصحيح مثل ما نسمع بتعديل الدستور بإجراء قانون انتخابات لاحظ الالتفات اللي صار هسا موليوم قيل أن السيد الرئيس الجمهورية قدم مشروع قانون بالقضاء منطق انتخابية واحدة أنا أجزم لن يتحقق ذلك لن يتحقق ودار الجدل حاليا ولن يكون لأن هذا سيضرب بالبنية للأحزاب الموجودة ولن تسمح به لأن أصل وجودها قائم على أساس نظام انتخابي يحقق لها أن تعود مرة ثانية مرة ثانية